العمارة دي دور أرضي زائد أربع أدوار يعني أرضي زائد أربعة وكانت النتيجة مع شديد الأسف أنه فيه أربعة متوفين وستة من المصابين ده اللي حصل النهاردة فيه حدايا الأوبة في دائرة اسم شرطة حدايا الأوبة تحديدا في شارع اسمه شارع الجبل حصل أنه الحماية المدنية اتجهت للمكان طبعا وفقا للمعلومات اللي احنا فاهمنا فإنه واحد من اللي تم إعلان عن وفاتهم في العمارة هو المالك للبيت الشرطة طبعا عملت كردون على الموقع بيتم التعامل مع الركام ومع المخلفات اللي وقعت عن إيار العقار نفسه النيابة بتقوم بمراحل مختلفة من التحقيات كان في معاينة للمكان الإجراءات المعتادة يعني كان في معاينة للمكان وفقا لأقوال بعض الناس يعني المعلومات العامة الأولية اللي ظهرها لغاية دلوقتي أنه فيه ناس بتقول أنه كان فيه تجديد أو تغيير في الدور الأرضي ده كلام من بعض شهود العين والناس اللي سكنين في المنطقة وأنه ده ممكن هو اللي يكون عرض المبنى أو عرض العقار كله للإنهيار فعلا لكن النيابة عملت لجنة اللجنة دي من الحي من الحي الخليفة ده الحي اللي بيتبعه العقار علشان تشوف الأسباب الفنية لإنهيار العقار وفقا لللي احنا فاهمينه برضو أنه وزارة التضامن الاجتماعي اعلنت عن 60 ألف جنيه كنوع من التعويض اللي بيتم صرفه لأسر أو عائلات الضحايا المتوفين زي ما قلت لحضراتكم أنه المعلومات الأساسية أنه المالك من المتوفين من الأربعة المتوفين فيه معلومات بتقول أنه كان اشترع العقار كله من فترة قريبة كان شاري للعقار هو كان قاعد في الدور زي ما بيقول لحضراتكم الأرضي وبالغاية دلوقتي الأقوال بتتكلم عن أنه كان فيه نوع من الشغل أو التجديد وده أدى الكسر كاميرات أو فيه كاميرات معينة من الأعمدة الأساسية يعني اللي بتشيل العمارة كلها اللي شيلة المبنى كله كانت من الأسباب اللي قدت لانهيار العمارة بس دي أقوال الشهود اللي في المنطقة شهود العين اللي في المنطقة لسه التقرير الفني اللي طلبته طبعا النيابة العامة هو اللي بيتم إعداده دلوقتي طيب فيه خبر مهم تاني الخبر ده مرتبط بالانتخابات الناس دلوقتي بتتابع وبتشوف أنه فيه بيانات وفيه إعلانات رسمية بتخرج من الهيئة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نهارده كان السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عنده اجتماع وحدده الوزرات اللي هتشتغل كنوع من التعاون مع الهيئة مع الهيئة الوطنية للانتخابات الوزرات دي ست وزرات اشتغلوا في الوزرات